بثبات الأبطال وعزم الرجال الصادقين تواصل قوات المخاومة اليمنية المشتركة عملياتها البطولية في جبهة الساحل الغربي وتأمين مطار وميناء الحديدة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الحديدة والمحافظات المجاورة والتي تسيطر عليها المليشيات الحوثي الإرهابية بقوة السلاح أعلنت المقاومة المشتركة سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة فجرة ثلاثة وسط انهيار كبير للمليشيات الحوثية الإرهابية والتي لجأت إلى المنازل منازل المواطنين كما أمنت القوات المشتركة ساحة العروض غرب المطار المقاومة المشتركة أعلنت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة غربي اليمن وسط انهيار كبير للمليشيات الحوثية بعد أيام من إعلان انطلاق معركة النصر الذهبي مصدر في الأعلام العسكري ذكر أن وحدة الاقتحام من ألوية العمالقة وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية مشطت المطار وتمركزت فيه بعملية نوعية فجرة ثلاثة فيما لقي العشرات من المليشيات الحوثية مصرعهم مضيفا أن ما بقي من عناصر المليشيا فروا من البوابة الشمالية إلى الأحياء السكنية داخل المدينة ولفت المصدر إلى أن ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية أجبرت المليشيات الحوثية على الفرار بعد شل حركتها وعزل مجامعها على طول الطريق الساحلي من أسوار المطار إلى مدينة الخوخة جنوبا وأوضح ذات المصدر أن الفرق الهندسية تواصل تفكيك شبكة ألغام زراعتها المليشيا الإرهابية في محيط المطار فيما واصلت المدرعات بأسلحتها الرشاشة تفجير شبكات الألغام لتأمين ممرات المطار وكان عناصر الجماعة تحصنوا في الأحياء السكنية القريبة من مطار الحديدة عقب دخول القوات اليمنية المشتركة بإسناد من طيران استحالف العربية إلى المطار بعد أن ضيقت الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن التي يتحصنون فيها داخل المطار ويحاول الحوثيون نقل المعركة إلى الأحياء السكنية واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية عقب انسحابهم من أجزاء واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربية إلى ذلك عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تفجير عدة مباني